اذا لو قال لك قائد لماذا جاء بباب الباب الرابع باب الخوف من الشيخ نقول لان المحبب حقا للتوحيد لا يخاف من الشيخ ولان بعض الناس قد يقترب نفسه ويقول كما كان يقول الشيخ العبان يا رحمة الله يعرضي ما عليك جدي لا يخاف من الشيخ لا يقول هذا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ابو انبياء ورسل عليه الصلاة والسلام خليل الله اكل الله عليه كثر الاسلام بيده ومع هذا يدعو يقول وجدهني وبنيا نعبد الاسلام اذا الك من باب اولم اذا كان النبي ص out s'ilham يخاف على صحابتهم رضا الله عليهم وهم افضل الخلق بعد انبياء ورسل عليه الصلاة والسلام. اذا نحن من بابه. كيف نخاف من الشجل? ها من يعني? الان اقول لكم كيف نخاف من الشجل? ها? قراءة الباب. سبحان الله. لماذا نحفظ? اقرأ عن الباب. اي انسان يسأل كيف نخاف من الشجل? تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلم باب الخض من الشجل. وقول الله تعالى. ان ابراهيم كان. ان الله لا يعفر اي اسرة فيه ويعفر ما دون ذلك لم يسأ. صحيح? تسرد عليه الباب كاملا. مقهوم? هناك ادلة. وهذه ثمرة الحفظ ادلة. لان الان لا يمكن ان ان يأتيه انسان مثلا يناظر انسان اخر في مسألة مثلا في القبور وكذا. ويقول له فليت شعر من اضاح ذلك? واورط الامة في المحالة. فيا شديد الطول والانعام. اليت نشكو نحنة الاسلام. لا. السلم متى يدرس سلم الوصول? بعد ان تدرس الاصول الثلاثة وفتام التوحيد والوسطية حتى تغضب الادلة. بعدين النوم المساحين لك المراجعة. اما تبدأ بالنظم خطط. في التوحيد. اقصد. لكن في الاصول ابدأ بالنظم لا اسلام. في النحو ابدأ بالنظم لا اسلام. اما في التوحيد لا. كمان? اذا كيف نخاف من الشرك بقراءة الباب? كيف نخاف من الشرك حذرنا الله? ان الله لا يكثر وان يشرك به. خاف ابراهيم عليه الصلاة والسلام. لابد نخاف نحن من باب اول. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابه. اذا نحن من باب اول. كيف نخاف من الشرك بدراسة التوحيد? بدراسة الشرك حتى لا نقع فيه. بالدعاء وجنوبني وبني ان نعبد الاصناع. بالبراءة من الشرك. واخر.